سابع عمر سنتين ونص بتقول الأم إنه مع القرايب مع أبوه مع جران مع صحاب ولد هادي لطيف قدمي بعرف كيف يتصرف المشكلة تبعتها بس معها زنان بدل ينق طلباته أوامر بدل يبكي بدل بده إياها إنها هي تتعمله كل الخدمات تبعته ولازم تنفدله إياه فوراً لأنه هو إذا ما عملتش كتير بيكون إنفعال السلعيلي طبعاً بتلومها وبتقولها السبب إنك أنت مدللتي مظبوط هذا الانطباع طبع العيلي هو مظبوط لأنه أنت ملاحظة إنه مع الكل هو بتصرف ولد بعمر سنتين ونص أنت قاعد بتكوني بتركزي على سلوكه غير المستحب لما بيبكي بتركدي بتنفديله لما بيزنان زي ما بتقولي يعني بيضل يناق بترو كدي بتنفديله لما بتصرف أي تصرف اللي فيه بيخليك إنك تهب لخدمته هو قاعد بيكرره ولما بيكرر هذا السلوك لأنه بيحقق له رغبة معك صار عادي إسا شو الحال حتى نقطع عادي حتى نخفف من تكرار العادي مش لازم نركز عليها لازم نوقف بالتركيز نثبت حتى كمان وندوم على إنه نتجاهل السلوك غير المستحب لما يبدأ يناق بتقومي من المحل بتفرجيه إنك أنت مش سابق حالي إنك أنت بديك تسكتي وبدك تخليه يكون رايق وبدك تنفديله بتقولي لطلباته أوامر لا بتقومي من المحل من غير ما تخليه يحس إنك أنت قاعد تكون عصبية وبتحكي مع شخصية خيالية بتحكي مع ستة بتحكي مع شجرة بتحكي مع كلب بتحكي مع بطل قصة وبتمدحي فيه وإنت تمدحي فيه وبلحقك لما بالحقك بدراما طبعا وبدك تخترعي بدك تبدعي بدك تخلقي بدك تكوني إنساني كتير خلاقة هيك هو بحس إنك أنت جاهلت سلوكه غير المستحب وبنفس الوقت مدحتيه مدحتيه لسيدوه لو شفته لأبني وبتسمي اسمه كيف بساعد يا مبارح لو شفت كيف عمل برج عالي كيف ركب بازل كيف غنى لو تسمعه كيف بغني بصير يغني دغري بصير يغني لو تسمعه كيف بحكي قصة بفتح الكتاب وبحكي قصة هو بيقلفها لو تشوفه كيف بعمل حركة كل المدح تابعك بدي يكون منوع على العقل لأنه هو بتطور بثلاث جوانب فكريه عطفيه عنده هواي لو شفته كيف بيغني لو شفته كيف بيعزف إذا بعزف لو شفته كيف بيدق عالدربك لو بيدربك لو شفته كيف بساعد سلحفه حعطفيه وجسمانيه كتير مهم الجسمانيه ليش مهم الجسمانيه لأنه بتعمل تنفيس عن كل انفعال عن كل ضغوط إله فهيك أنت بتكوني بهالطريقة هاي طورتي شخصية سوية وبنفس الوقت استبدلتي عادة غير مستحبة بعادة مستحبة ومن المهم كمان القصص القصص بتساعد على أنه يصير يقلد البطل في أنه يتفوق عليه حتى مثلاً كشكش بالروضة تبكي يا كشكش أنت عم تبكي بتاع تعلم من ابني كشكش وقصبعه المجروح إيه أنت يا كشكش فتحت الجرور وطلت السكينة إيه تشوف ابني ما أشتره كيف بيدير باله كل ما مدحتي مع الشخصية القصصية لأن القصة هي وسيط علاجي للسلوك وكل ما تجاهلتي سلوكه غير مستحب وما تعطيش ما كانتش بكاءه أوامر صراخه أوامر كل ما هو اتطور بشخصية سوية وتدرب على استبدال عادي غير مستحبي بعادي مستحبي وهيك أنت بتكوني ووفرتي له بأثرية وكنت نموذج بعرفي يتعامل معه